السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه ريت بابل. ده تقدر تبيع عليه التصميم بتاعتك. حتى لو نعملها بالزكاء الاصناعي. المهم بتعمل التصميم حلو. وهو بيخد التصميم دوت وياردده على الناس. ممكن لحد يجيبه مسلا. مسلا التصميم دوت عايز يحطه مسلا على كوباية على تشيرت. فالموقع هو هتولى الموضوع دوت. يعني انت ممكن تعمل التصميم وتسيبه. وتلاقي ناس بتشتريه. ممكن تكون قافل حساب بالك مسلا او يعني ما بتستخدمش الموقع عشر سنين لكن في دخل بيجي لك. هي دي فكرة الدخل السلبي اللي انت مبتزرش فيه موجود غير اول مرة. تمام? يعني تعالى بسلا ندخل على كلوزيس اوريك امسيلا مسلا للتشيرتات اللي موجودة. في حد عمل التصميم دوت. وبعد كده حد الموقع بيبدأ يحطه على تشيرتات. انت عاقبك تشيرت هتشتريه. الموقع بياخد جزء والمصامر بنفسه بياخد جزء. فانت لو قدرت تعمل تصميم حلوة وجميلة وممكن تعملها من خلال مسلا اي موقع من اللي ناردو مسلا من الموقع دي تقدر انت تحط الحاجات بتاعتك. سيليو ارت. تبدأ ترفع الحاجات بتاعتك ويبدأ حطها لك على المنتجات كلها. ولو حد حب التصميم او حب النواش تلي هتجريك رسالة ان في حد اشترى حاجة من الحاجات دي. فممكن نعمل بروفايل ونعمل كفر اميش وحاجات ده كلها ونعمل مطجر. كلام ده كله بش مكلف حاجة خلصة. بعد كده هتقول له مسلا ابلود نيويورك. نيويورك بتاني بتختار بقى الشغل بتاعك. هو بيقول لك اهم حاجة يكون بجودة عالية. المينموم بتاعه خمسة الاف خمسة الاف. طب قدر في موقع مسلا زي ناردو بش مديني الجودة ديت. ممكن تروح على موقع تاني. هو في اختيار اصلا ليناردو نيت تقول له علي لي الجودة ديت. لكن اعتقد ان اغلب تصميم تحت بيش واخده الجودة العالية ديت. فدي مشكلة بالنسبة لي. تقريبا كله الف الالف. تمام ما فيش حاجة عالية بالشكل اللي هم عايزينه. بس ما فيش مشكلة هندور على الموقع يرفع علينا الجودة. اخترت الصورة تمام? بس في العلامة المائية ديت. فلازم ان انا اشيلها عشان ايه? بشكلة حلو ان حد يشتري تشيرته علي العلامة المائية. طيب نشيلها ازاي? ليها طرق كتيرة خلينا نشوف ابسط طريقة اللي هي ما تاخدش منك موجود خلص. عايزيني? خلينا نختار الصورة. ودي الجودة اقلي من خمس تلاف خمس تلاف لكن هو اقبلها. بس بش تانت على كل المنتجات. طيب هقول له ان انا عايز اعمل ادت. برنامج البنت. البرنامج البسيط خالص. اللي هو موجود كده كده على الويندوز بش محتاج ان انت اعمل اي حاجة. طيب هبدأ ادوس على كنترول وابدأ ان انا احرك شوية. تمام? وهبدأ ان انا اوص حتة كده صغيرة عشان نلغي العلامة. وقول له كنترول اس. واقول له اقفل وقول له ان انا محتاج السورة دي. طيب بيقول لك سميها بقى بالانجليزي وبالالماني والفرنساوي والاسباني. طبعا لو سميت واحدة فيهم ممكن تستخدم المترجم جوجل ترانسليت من ترجم البقية. هقول له مسلا ان ارابيك. ارابيك من? مسلا اشي. التاج لو في اي تاجات انت مسلا عايز تحطها. ممكن ترفع لذكر الصناعة وتقول له صف لي الشخص دوت. تعال ان نجي هنا. وقول له. ارفع لي الصورة. اوصف الصورة الانجليزي. هو يبدأ بقى يحمل صورة يبدأ ان هو يتعرف عليها. كتب لي كل حاجة خاصة الصورة. اخذ بقى كده واروح للموقع. وابدأ ان انا هعمله. انا اخذت كده دسكريبشن. هبدأ بقى اقول له ايه. اخذ بعض الجمل وحطه هنا. بالشكل ده. البروديكت ريفيو بدأ اوصورة تبع عاملة زي. طبعا ممكن نجيب برنامج يحزف لنا الخلفية. تمام؟ بص كل المنتجات دي تحطت مرة واحدة. فانت عملت تصميم واحد. وبقى يقع موجود في كل حاجة. تمام؟ اهه. الوصل بتاعها انسر حاجة. اي اجري. نو. بعد كده اقول له سيف وورك. ممكن تكون عندك تصميم احترافيها. تبدأ ان انت ترفحها. بتعمل تصميم مثلا. لأي حاجة انت مقتنع بيها وتبدأ ترفحها. انه دي بتاعك قضية انت بتنصرها الحاجة دي كلها. فبيوريك بقى المنتج هي بعمل زي. طبعا من مصلحتي ان انا اشيرها في كل مكان. تمام؟ لنكون حد يشتريها من الاصدقاء من المتابعين. فاي منتج من دول تقدر ان انت تعمل له شير. مثلا سامسونج جالاكسي سناب. ممكن ممكن ليه لأ ممكن حد يشتري صورة زي كده. هشي. ها. هتقدر تعادل زي ما انت عايز اهي. بقى موجود دلوقتي على واحد عشر منتج. ويهي الاسعار معقولة. لحد ما. فتقدر تشتري زي لو انت حاب. وهكزا. فكل شوية اروح رفع صورة واسيبه مش مطلوب منه اي حاجة تاني. لكن لو حد اشترى المنتج بيجي له مسلا كوباية مطبوعة لها صورة اللي انا عملتها. وبتاخد الفلوس منها. لو جيت اصلا دورت هتلاقي ناس كتير عاملة الموضوع دوت فتقدر ان انت تاخد افكار تبدأ ان انت تعمل صور خاصة بيك. يعني مسلا اش صور من حد. لكن تقدر تعمل صور خاصة بيك. تشوف بس الناس بتعمل ايه. زي ما قلتلك بيشير هو الخلفية. انا كنت في صور كترة عملتها بشكل احترافي. خاصة حاجات خاصة بمصر حاجات خاصة بالدولة العربية. اقدر ننقرب فاحها وشوف المنتج ورباني يسهل ان شاء الله. ما نسوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء وان شاء الله هيبقى مفيد ليكم ازن الله.